السلام عليكم الإخوان الأخوات الكرام قررت في الفيديو أننا نقدم لكم ونبدأ تعريفها على نواحي مدينة بركان هذه النواحي الفلاحية بحيث تعرف بإنتاجها للكثير من الفواكه والخضروات فكما تلاحظون في هذا الفيديو التعريفي أن هذه المنطقة تتميز بفاكهة الرومان فكما تلاحظون في الفيديو الذي هو أمامكم أشجار الرومان التي تم جنيها وهي تسقط الأوراق كما تلاحظون وصوف يتم تقليمها وإعدادها للسنة المقبلة إن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الفلاحين في هذه المنطقة كما في هذا الفيديو سوف تلاحظون أشجار البرتقال ففاكهة البرتقال ففاكهة البرتقال هي في قطاع الحوامد بصفة عامة هو في المرتبة الأولى في هذه المنطقة بحيث يعرف كثرة الإنتاجية كما تلاحظون فهذه أشجار برتقال انظروا لكثرة الإنتاج قولوا ما شاء الله جزاكم الله خيرا إن أعجبكم شيئا فقولوا ما شاء الله تبارك الله الرحمن الرحيم لكي لكي يرزقكم الله أنتم كذلك من خيراته وفضله إن شاء الله فكما يعرف الجميع أن هذه المدينة تعرف بجودة برتقالها الذي يصدر لأوروبا بصفة كبيرة فهذه المنطقة تعتمد على فاكهة البرتقال كأول دخل للفلاحين في هذه المنطقة فكما تلاحظون ما شاء الله أشجار ممتلئة بالبرتقال ما شاء الله وأجواء خضراء يعني تريح القلب يا إخوان فالكل من يأتي هنا يرتاح نفسيا وهذا فيديو تعريفي لهذه المنطقة الجميلة الخلابة انظروا ما شاء الله انظروا هذه الشجرة فكما تلاحظون فهذه المنطقة فيها تنوع في المزروعات لاحظوا فاكهة الرمان صراحة منطقة جميلة غروب الشمس لاحظوا غروب الشمس يا إخوان ما شاء الله ما شاء الله فهذا الفيديو يا إخوان قررت أن أعرفكم بهذه المنطقة وأعطيكم نبدة تعريفية على هذه المنطقة الجميلة الخلابة هاته شجرة المشمش وهاته شجرة الزعرور كما تلاحظون يا إخوان المزاح نقول له المزاح أو الزعرور فاكهة المشمش يا إخوان أتمنى من أن تتقبلوا مني هذا الفيديو التعريف لهذه المنطقة المتواجدة في نواحي مدينة بركان وإن أعجبكم المحتوى أن تشجعوني باللايكات وبشير للفيديو وشكرا وجزاكم الله خيرا شكرا